اشتركوا في القناة والتقطعات الرئيسية يعكس الاهمية التي يشكلها هذا القطاع الذي يساهم ايجابا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال معاليه ان العائد على الاستثمار في تطوير البنية التحتية للطرق والتقطعات الرئيسية للمملكة بمواصفات ومعايير ذات جودة عالية يمكن قياسه من خلال الاثر الذي تحققه تلك المشاريع الاستراتيجية الرامية الى تخفيف حدة الازدحامات المرورية وخلق تدفق سلس لحركة المركبات وتأمين تنقل آمن لمرتادي الطريق للوصول في اقصر فترة ممكنة بين نقطتين وهو ما ينعكس ايجابا على تسهيل الاعمال وربط كافة المناطق من قرى ومدن بشبكة طرق متطورة جاء ذلك لدى ترأوس معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية والذي عقد صباح اليوم عن بعد بحضور أصحاب السعادة الوزراء وأعضاء اللجنة والمسؤولين من الوزرات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة حيث تم تخصيص جزء من الاجتماع للطلاع على عرض قدمه سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول مشاريع الطرق الرئيسية الحالية والمستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها وذلك في إطار حرص اللجنة الوزرية على متابعة سير تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة 2019-2022 والمشاريع الاستراتيجية ذات التنفيذ الممتد وقال معاليه إن المتتبع للمشاريع المنفذة في قطاع الطرق سيجد أن نقلة نوعية قد تحققت على مدار الأعوام الماضية التي تم فيها تخصيص موازنات كبيرة لإنشاء طرق رئيسية جديدة أو تطوير القائم منها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتزايدة بفعل النمو الطبيعي السكاني والتطور العمراني الناتج عن توسع الحكومة الموقرة في إنشاء مدن إسكانية جديدة في كافة المحافظات فضلا عن التسهيلات المقدمة للمطورين من حيث منحهم تراقيص البناء اللازم لإقامة المشاريع الاستثمارية السكانية الخاصة والتي وكبها تطور على صعيد تعزيز شبكة الرئيسية لتستوعب الطلب المضطرد على استخدام الطرق وفي هذا الصدد فقد وجه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى تدارس الخيارات المناسبة لتمويل مشاريع الطرق والتقاطعات الاستراتيجية المستقبلية ذات الأولوية والممتد تنفيذها بحسب الخطة حتى عام 2025 والتي لم يتم تخصيص اعتماداتها المالية حتى الآن من جانبه تقدم المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوافر العرفان والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يليه معاليه من خلال رئاسته للجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية من اهتمام ومتابعة حثيثة لمشاريع الوزارة وخلال الاجتماع استعرض المهندس خلف أبرز مشاريع الطرق والتقاطعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة وتلك التي تعتزم تنفيذها والتي تقدر كلفتها مجتمعة بحوالي 496 مليون دينار حتى عام 2025